موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى نتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام وأن يعيننا على تلاوة وختم القرآن وأن نجعلنا من اعتقاء شهر رمضان اللهم آمين أيها الأحبة نحن مع الحلقة العاشرة من برنامجكم عبر وعبرتنا اليوم وقد انتهى الثلث الأول من شهر رمضان وهي عن الإيجابية وأبدأ معكم بهذه القصة اللطيفة الواقعية بعض الناس كانوا يركبون في قطار والقطار يمر في بلاد جافة حارة ومن سرعة القطار يتطاير الغبار وتشم الرائحة الكريهة والناس بين أن يفتحوا النوافذ ليشموا هواء نظيفا وبين أن يغلقوه فيستهزداد عليهم الحرارة وبينما الناس جالسون كذلك إذ بهم يجدون امرأة عجوزا معها كيس صغير فيه بعض البذور وتأخذ من هذا الكيس بذورا وترميها من شباك القطار كانوا راقبين وهي على الجانب الأيمن وتفعل ذلك وفي العودة وجد الرجل هذه المرأة تجلس على الجانب الأيمن وتلقي أيضا على الجانب اليمين والقطار راجع إذن فهي طول الطريق تلقي بذورا على جانبي القطار ولما سألها وهي امرأة عجوز قال لعل هذه المرأة مريضة وعقلها قد خرف فقال لها ماذا تفعلين أراك ترمي من الشباك شيئا قالت هذا يا ولدي بذور الورود خلوة لما قالت طرح شدة الحرارة وكثرة الغبار وطول السفر والناس في قلق والطراب فأنا ألقي بهذه البذور حتى إذا ما نزل ماء الشتاء نبتت فسكن الغبار وخرجت الأوراد والزهور بلون جميل ورائحة زكية فقال أنت خرفتي هذه البذور تلقيها فربما تموت من سرعة القطارات وربما يأتي عليها الغبار وربما كذا قالت أدرك أنها لن تنبت كلها ولكن سينبت بعضها طرقها هذا الرجل وفي العام القادم كان على سفر على نفس الطريق وإذا به يفاجأ أن زهورا على جانبي الطريق كثيرة وورود ألوان زاهية رائحة زكية فظل يبحث عن هذه المرأة أين هي فلم يجدها وعلى الأكثر أنها ماتت وإذا به وهو جالس وقال لقد كنت أنا صاحب العقل البسيط عندما لم أقتنع أن هذه المرأة ستقدم نفعا للناس في يوم من الأيام وبينما هو كذلك سمع طفلة تقول لوالدها أبي شم هذه رائحة طيبة انظر هذا لون جميل قال كم أسعدت هذه المرأة كثيرا من الناس بهذا الفعل البسيط تلق البذور على جانبي الطريق انتهت القصة والعبرة كن إيجابيا وألقي بذورك ضع البذرة في الأرض والله ينبتها ولو قليلة ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة تنبت وتثمر الطمر بعد عشر سنوات وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة قبل أن يغرسها فليغرسها كم من نخلة غرسنا كم من شجرة غرسنا كم من وردة غرسنا لا أقصد فقط الغرس للأشجار والزروع وإن كان هذا مهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير أو ما صرق منه إلا كان له به صدقة أرأيتم هذه الحضارة الإيجابية امرأة وجدت هناك غبار ووجدت هناك رائحة كريهة وشدة حرارة لم تسب ولم تلعن الظلام وتلعن الغبار وتلعن المسؤولين بل قامت بدمر وإيجابية وألقت بذورها فأين بذرتك التي ألقيتها أين بذرتك التي ألقيتها حتى بالبسمة كم من إنسان كئيب حزين فابتسم الإنسان في وجه فشعر بالسعادة كم من إنسان مهموم مغموم عليه ديون فتكلمت معه بكلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنطلق أخاك بوجه طلق البر شيء هين وجه طلق وكلام لي هكذا معموم الناس ومع دين الله ماذا قدمت لدين الله عز وجل الله عز وجل حكى لنا ما قدمه رسوله وملاقاه في سبيل الدعوة حكى لنا ما فعله مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله حكى لنا إيجابية مؤمن آل ياسين الذي قام ينافح ويكافح عن الثلاثة الرسل الذين أرسلهم الله إلى قريته كان هناك إيجابية جاء رجل من أقصى المدينة يا يسعى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك هناك إيجابية إيجابية حتى في النملة لما وجد سيدنا سليمان جاء بجنوده وأنهم ربما هدموا بيوتهم وهم لا يشعرون نادت وصرخت بأعلى صوتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الهدهد لما رأى أمة تسجد للشمس من دون الله جاء إلى سليمان وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين إن وجدت امرأة تملكهم وإنها أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم حتى كان سببا في إسلامها عندما جاءت قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين فكان السبب إيجابيتي وحرقتي هداية أمة فأين إيجابيتك؟ ما الذي قدمته لنفسك؟ ما الذي قدمته لزوجتك؟ ما الذي قدمته لأبنائك في تربيتي؟ ما الذي قدمته في عملك؟ ما الذي قدمته للمجتمع؟ ما الذي قدمته لدين الله؟ ما الذي قدمته لغير المسلمين في تعريفك بدين الله عز وجل؟ كما قلنا ألقي بذرتك ولا تيأس في إحدى المحاضرات في مصر إحدى الفتيات بعد منتهيت من المحاضرة قالت أنا أريد أن أشارك في تحرير الأقصى وأريد أن أساعد في تحرير الأقصى وهي ما زالت فتاة تتعلم في التمريض فقلت لها إذا أردت أن تنفع الأقصى فتفوق في دراستك وكون نافعة لنفسك ولوطنك ومجتمعك وبهذا ستقدر أن تنفع الآخرين وبعد ثلاث سنوات أفاجأ بهذه الفتاة تقول أما تعرفني أما تتذكرني قلت لها لا قال أنا فلانة التي قلت لي تفوقي وهذا فيه نصر للإسلام والمسلمين فقد أنهيت مرحلتي ثم دخلت الجامعة وأنا الآن في نهاية التعليم وأصبحت تخدم نفسه وتخدم مجتمعه ألق بذرة والله ينبتها من إذا قامت السعوة في يد أحدكم فسيلة فليغرصها فألق ببذوركم والله ينبتها لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر